طيب بدون ما نطول أكثر من كذا نبدأ الآن مع المواضيع ونبدأ مع سلمان طيب اليوم مثل ما قلتكم قبل شيء بتكلم عن ذكاء الصناعي أو الـ Artificial Intelligence بالإنجليزي كاختصاراً AI طبعاً والذكاء الصناعي هو سلوك وخصائص معينات تتسم بها البرامج الحاسوبية تجعلها تحاكي قدرات الذهنية البشرية وأنماط عملها مثل التفكير، الإبداع، المنطق حتى الرسم الآن صار فيه ذكاء صناعي يرسم والرسمات يعني مرة رهيبة لو قاعدت يعني أتعلم أرسم ما رح أقدر أرسم رسمات زي كذا تضليل جيد، رسم جيد، جرافيكس جيدة طيب وفوق كل هذا يعني قلت لكم قدرات ذهنية يعني عقل عقل يعني كيف عقل عند الروبوتات يعني مايكرو كنترولر تذكرون الحلقة السابقة قلت لكم عن الاردوينو طيب اردوينو باختصار مايكرو كنترولر طبعاً تقدرون تشوفون الحلقة السابقة أو تشوفون الحلقة على اليوتيوب طيب فمثل ما قلت لكم عقل اللي حين بتطلع لكم صورة على الشاشة طيب عموماً حتى لو ما طلعت هذه هي طيب بهذا المقطع تقدرون شوفون انه في روابط العصبية حق الجهاز فوق اليمين طبعاً الروابط العصبية موجودة في جميع المخلوقات الحية طبعاً هذه تشبيه الليها فوق اليمين طبعاً وش يصير هنا الان الان هذا ذكاء صناعي يجيب مجموعة روبوتات طبعاً ليس موجودة في حقيقة بوتات روبوتات أو بوتات يجعلها تجرب توق لكي تشوفوا بعدين طبعاً جين يعني جنريشن طبعاً كل جنريشن يأخذون أحسن سيارة أكثر واحدة راحت قدام من دون ما تطيح أو تتوي حادث يعني ويجعلوها تقدم طبعاً تشوفون كل ما يزيد جين أو جنريشن تروح السيارة قدام أكثر وأكثر طبعاً مثل ما شايفين فوق السكور على اليسار طبعاً هذه السكور يعني مسافة بالسنتيمتر لأنه حاسب فهذا هو موضوع باختصار وشكراً لمشاهدتكم أيضاً قد شفت أنا من قبل برنامج مشابه لهذا يجعلي أي آي يتعلم كيف يمشي أي صح فيه وفيه حتى آي يصر يلعب شطرنج وفاز عليه أفضل لاعب شطرنج في العالم فاز عليه بدون أي منازعيني حتى لاعب شطرنج العالمي قال أنه كيف فاز عليه ونجازة تدرب سنواته وما تدرب إلا تقريباً يوم واحد فأيه تضيع أحد الأشياء طبعاً له استخدمات كثيرة حتى تقدر بالجوال بالواتس أب تقدر تشوف إذا قاعدت تكتب طليع لك هنا مثل شريط صح؟ هذا الشريط استناداً على كتاباتك السابقة يعني إذا كتبت السلام عليكم طليع لكم عليكم تكبسوا عليكم وعليكم السلام وكذا فأيه ذي أحد الأشياء اللي ممكن تشوفونها أيضاً يعني تحذير للجماعة اللي قدون يخبطون أول كلمة تطلع لهم دائماً لما يجون يكتمون رصائل عشوائية طلع كل اللي تعلمها الأي آي عنكم طيب وطبعاً تقدروا نشوفون هنا العقل يساوي مايكرو كنترولر لدى الأجهزة مايكرو كنترولر أو الأردوينو طبعاً تقدر في أحد الأسئلة سألتني من وين تقدر تشتري مايكرو كنترولر أو الأردوينو تقدر تشتري من نون أمازون حتى من موقع الأردوينو الرسمي أي متجر في العالم تقريباً إلكتروني يبيع هذه القطع في موقع مجدة اسمه جيمتو هذا أرخص مكان شفته بعد الموقع الرسمي صح في هذا بعد موقع رخيص وأنا قد شرعت منه بس توصيل حقهم يطاول للرياض طيب أي أسئلة بخصوص موضوع سلمان لا سألتني سألتني طبعاً الآن الذكاء الإصطناعي كيف يعلمون أو أي طريقة باختصار مجموعة أكواد أكواد وداتا تأتي روبوت تعطيه معلومات بعد أن يتعلم من هذه معلومات يصير استنتج منها يفكر هذا هو بكل اختصار هناك تعلم الآلة تعلم الآلة شيء ثاني وكبير هناك مشوار بغالة تفصيل وإذا ترون أن يتكلم عنه اكتبو لنا تحت التعليقات في تويتر أو تليجرام فاشتاك جيل خمسة يقولون إذا ترون أن يتكلم عنه فاكتبو لنا بالتعليقات إن شاء الله سأتكلم منكم عنه أي هفاظة هو؟ أيضاً قد سمعت عن موقع للمشين لرننج اللي هو أولاً منه شبيه جداً مع قد يكون فرق الاسم هو AI إذا قد سمعت معنا للمشين لرنج فوركيدزدت يوكي مطع جميل جداً لكي تتعلم منه لا، لم أسمعت عنه بس الـ AI أو الذكاء الصناعي جزء منه تعلم الآلة وجزء منه فيه جزء أجزاء ثاني بس لا أذكرها حالياً بتفصيل توقع فيصل عنده فكرة على الموضوع في الدائرة الكبيرة هي الذكاء الصناعي بعدين جواه يكون فيه المشين ليرنج بعدين فيه جنب المشين ليرنج وكذا فيه لسا اشياء ثانية بس يعني محافظة كلها منه وكثار طبعاً هذه أبرز العناوين فإيه لو أحد مهتم يقدر يتدور ويتعلم طبعاً موضوع مو ممرض صعب تقدر تعلم برمجة وتقدر تسوي AI بنفسك جميل جداً طيب يمان عندك كلمة بصراحة جداً عجبني الذكاء الصناعي وجميل أتمنى أتعلم صراحة وخصوصي أنه كيف يشوف كيف الذكاء الاصطناعي يعني يفهم أو يعني يفهم ما نقول مقارنة بالبشر يعني بس يعني يقدر يعالج معلومات بسرعة كبيرة جداً يعني أسرع من البشر بكثير يعني يقدر يتعلم حاجات كثيرة بسرعة ولا سلمان؟ صح؟ بعدين تعرف التست اللي يقولك أنه إذا أنت روبوت أو لا هذا الشيء المزعج ترى يستخدمونه لعشان يعلموا آلاتهم أنه يأتيك هذه القطة أو شيء ثاني أو كلب على سبيل المثال المهم أن تأتيك صور وتختار القطة لتعدي التست فأي ترى هذه أحد الأشياء اللي يستخدمونها لعشان يعلمون الآلة فأنت قاعد تأكد أنك منت بآلة عشان تعلم الآلة كيف تبين أنها أيضاً من بآلة بالضبط فأحد أول أنواع الأطار الكابتشا كان عبارة عن كلمتين أول كلمة إذا أنجبتها صح يقوم يتعلم منك الكلمة الثانية في الكلمة الثانية تأتي من أي مصادر أو صور عشوائية على الإنترنت أي شيء إذا شاهدت النسبة كبيرة من الناس جابوا الجواب الصحيح في الكلمة الأولى وجابوا جواب يتفقون عليها في الكلمة الثانية سيتعلم الكلمة الثانية أنها كذا 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 الكلمة الفلعونية هي حط أدخ الكلمة هنا اللي يردوا عليها الأشخاص اللي يعدون الكابتشا صح فكان في قبل أمثلة يعطيك خمسة حروف بعدين حرفين زيادة طبعا إذا الناس جاوبت على حرفين زيادة هذه بيتعلمها مثل ما قال عبد الله طبعا دي طريقة هنستخدموها أول لحين صاروا يستخدمون صور وأشياء معقدة وسمعت قريبا أنه سيستخدمون فيديوهات طبعا أتوقع هذه إشاعة ما رح تصير أيضا الكابتشا الآن فيها يمكنك تروح لما جوجل آد آنز اللي هو يمكنك تستعمل عشان تضيف أشياء على المتصفح في حاجة اسمها دي كابتشا موجودة يسيل الكابتشا ايه تفضلي من بس بذكر لكم موضوع الترجمة جوجل كلنا نعرفها أو أغلب مواقع الترجمة التلقائية بدأت مثل كياب بالذكاء الاصطناعي صار على حسب الكلمات اللي كتبوها الناس ويصححها و هو فصار يتعلم كيف الترجمة فبدأت من كياب ما كانوا يدخل الكلمات كان هو يتعلم لحاله لذلك كانوا يقولون لماذا ترجمة جوجل سيئة الآن صارت من أحسن مو من أحسن صارت أج أزين من أول فإيه الشيء تقدر تعتمد عليه ترجمة جوجل طيب أي أسئلة أخيرة بخصوص موضوع سلمان زيك الله غير كثير أيضاً